موعد مع السقافة موعد مع الكتب بأيوتنس اليوم مع السيدة جيزال خطايا خياطة عايد أهلا وسهلا فيك أهلا حضرتك صحفية وكاتبة وأستاذة جامعية بجامعة الدستوس وصف كمان بتعلمي صحافي حضرتك أهلا وسهلا فيك اليوم حضرتك معنا لإطلاق كتابك الرابع يعلي هو كتاب الجديد حاليا لأو لطن كمانس إي نفيني با لأو لطن كمانس إي نفيني با وين وين لطن كمانس إي نفيني با مطرح ما الواحد بحس على حاله أنه خلاص ووصل إن كان بإحساسه إن كان بالإشياء هاللي بدو يعملها بالحياة يما بالبسط أنه أنا هوني خلاص ما بقى بد روح أبعد من هيك ما بقى بددفل ددال بهيدا المحل بالزيت هوني عم نحكي عن محل معين أو يمكن عمنا عم نحكي عن محل معين لأنه الكتاب هو قصة غرام وحب عنيفة يعني شغف يعني نوع من الباسيون باسيون بأتعس وأفقر بلد بالعالم هو التوغو أتعس من لبنان يعني حالتهم بعدها كتير صعبة وفقير التوغو بين قصة حب بين كنادية كبيرة بالعمر وكاهن أفريقاني حلو وبتصير القصة قدية يعني كبيرة بالعمر قدية كبيرة بالعمر بس هيك عارفينها شوي على شخصيات هي مرة عندها شركة وخلص وصلت يعني فهم دفار أكمبلي يعني عمرها بالأربعين بالشمسين بالستين بالستين واتعرفت على خوري إيجا يبشر بكندا أنت ما بعض الزب تعرفي بس بكندا ما بقى فيه دعوات صحيح وقت كتير بيجيبوا ناس من أفريقيا تعرفت عليه هونيكي وهو عنده مشروع ببلده التوغو القصة بتبلش ووصلوا على التوغو وفيه سوقتها فيهم بينتهم بينتهم وبتبلش الخبرية بس المهم بالقصة مش بس الحب والغرام لأنه بحكي كتير عن المشاعر إن كان الرجال يما المرأ بس بحكي كمان عن التوغو عن وضع التوغو أنا سفرت على هالبلد من سنتين وشفت كتير كتير إشياء يعني حبيت بما أنه أنا صحفية اتطلعت وأخذت نوت وكتير يعني فاتت الأشياء براسي بشكل إنه بدأ رجع أحكي عنها حبيت أعمل قصة اخترعها هالمرة لأنه عادة بكتب دراسات اخترع قصة وحطة بهالجو بهالمجتمع هاللي وصفته بكتير دقة يعني وصفت المشاكل مثلا في مشكلة بالتوغو بحكي عننا كتير تخابط الأديان لأنه أصلا هنه مجتمع وثني بيقامن بإله الرعد وبالشمس لما أجل إجا الدين المسيحي وأبشر غير شوي فيهم بس بعضهم بعيدهم وبعدين إجا الدين الإسلامي الوثني يعني أي كتير يعني الأديان متخابطة مع بعضا وبعدين فات الدين الإسلامي خاصة مع مساعدات القذافي ومساعدات السعودية صار عندهم عدة أديان وهلأ وين كم سنة فاتوا هاللي بيسموهن الديانات الجديدة على 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 المنطقة صار كل واحد يخبرهم خبرية يعني نوبلز إجليز يعني اللي بيقامنوا شي بالإنجيل شي بالكلام شي بال وآخيرا أخيرا أخيرا صار فيه مثل ساكت جماعات عم تستغل كل الشعب تتستفيد منه يعني مثلا بيخبروهن أنه لازم نخبطكم تطلع هالروح الشريرة منكم يعني صاروا الناس ضايعين أنا بخبر عن هالقصة كمان بتخبر كيف الحياة كيف الحياة بالتوغو نعم التعتير بالمستشفيات الفقر بس من خلال هالقصة عندي عدة وجوهات النظر يعني الكندية هي اللي بتحكي هي بتخبر متل ما هي بتشوف يعني يعني هالشخص الجاي من الخارج كيف عم بيشوف هالبلد لأول مرة يعني لأول انتباع أول انتباع بياخدوا عنه وبكلام الأفريقاني كمان بخبر بمر ميساج بمر زا بدك هالرسالة هالرسالة كيف الأفريقية بتشوف الغرب كيف بتشوف أمريكا كيف انه عندن عاداتن هاللي ما بيمنن هنه معتدين عليها ما بتشبه لن ما بتشبه لن بقى مشان هيكا إذا الكتاب مسير شوي لأنه في صحيح قصة غرام قصة غرام خبرها متل متل قصص الحب مثلا كيف المرة ما بتروء إلا ما تعرف ليش تارفي المشكلة الرجال إذا إذا تارفي مشكلة ونحل تخلص خلص خلص الموضوع يعني في شوية علم نفس أو تحليل نفس لهالشخصيات أو دراسة نفسية للشخص تحليل لا بس في يعني في كتابة بتوصل لمطرح مش أنها بتخبر راح وإيجا وإيجا ورا نعم بتخبر عن نفسية الأشخاص والرسالة الأهم أنه هالأشخاص إن كانوا كبار بالعمر إن كان كاهن إن كان نتمارى شو ما كان الإنسان إنسان والمارى مارى والرسال قدير رح بيكون في بلبلة يعني على موضوع يا جزال في بلبلة لا ما بينطلق أو بينما ضل في بلبلة لأن القصة مصيرة بديك تصالي للآخر آخر سطر لا ينفهم كيش بس قدير بيوصف هالبلدين اللي عم تحكي عنه ممكن مو ريال كمان وطوغو قدير الكاتب يلي هو متأثر بالبلد بيقدر يكون موضوعي بكتابته هالشق الصحافة يلي فيك بيساعد على هالموضوع الشق الصحافة بيخليني أوصف وأنظر وحلل هيدا كتير مهمة بس بالرواية في مجال تتروح مع الشخصيات هاللي أنت بتخلقيها نعم يعني في مجال لتكون المشاعر موجودة شوية أكيد حتى مشاعر الكاتب هيك تلي عبالي اكتب هالمرة رواية رواية حتى هيك خليني أعمل لهم هاللي بطلع عنا عبالي بس فيه شروط للكتابة الرواية أول شي لازم الرواية تكون انتريسانت مثيرة يعني أنه عم بتخبرك عن شي وبعدين تعالقك وبعدين الشخصيات لازم يكونوا متماسكين ما فيك تخترع كل صفحة شغلة منشان هيك بيكون فيه تعمق بالشخصية وهيدا اللي كنا عم نحكي عنه يعني منوصف كيف هالشخص بيفكر بيحلل بيحس مزبوط إلى آخره حضرتك يعني مثل ما متفضلي وتقولي أول مرة بتكتب رواية إنما قبل في ثلاث كتب من كتابتي ولكن هن دايما عم بيكونوا إساية أو دراسة لموضوع معين واللي هن موريال أكومودانت موريال هو نظرة غريب على موريال يعني حدا بيوصل على المدينة كيف بيحس بيحس بالشتة كيف بيحس بالبرد التعاطي مع الناس كتبت تاني كتاب كريس دوفا اسمه خبرت بنظرة هالمرة أكسيدانتال يعني من الغرب كيف القصص النسوين بالشرق بتكون نحنا عنا انتباعاتنا وحسيسنا وثالث كتاب كبارونا ديالوج أفك نوزيني عملته للأشخاص الكبار بالعمر 75 سنة وطالع في أسامة كتير مهمة الله يرحمون وديع الصافة غصان التوينة يعني أخذت منهم عبرتهم بالحياة بوضعهم الشيخوخة أنه كيف الواحد بخطر بعد ما يكون نوصل للمسيح حكيت معهم مصبوح حكيت معهم عمت انتربيو كأنه وصائقي على دراسة وصائقي وصائقي نعم لأنه بعدين حللت وعملت إذا بدك نتفت يعني استنتاج أنه كيف الإنسان بخطر بلبنان هيدا بس عملته بلبنان حلو كتير الكتاب كبار جزال دراسات ثلاث كتب إساي رواية وطبعا الكتاب الصحفية التي حضرتك بتعلمها بالجامعة اليسوعية وعن أصول الكتابة الصحفية بهالطريقة الموضوعية الرسمية خلينا نقول أدي في فرق بين الثلاثة وكيف حضرتك يعني كصحفية طبعا قدرت هيك تغيري هالأنماط بالكتابة أول شي في حب الكتابة يعني أنا من وقت من صغيرة كنت أكتب شو ما كان شو ما كان أكتب حتى في خواطر اليوم عم تنكتب على البلوك طبعا حضرتك بأجندة بلوك بالأجندة كيلتوريل اسمه كونسوميشون إنك بكتب كل جمعة خواطر يعني شو شي بيصير بالعالم نظرت بس أكيد جنرال أول شي بدك تحب التكتب يعني توصل لشي تقريبا زيت الشي بس في أصول للكتابة الصحفية بدك تدلك تكوني مثلا الموضوعية بس الكتابة زيتها إنه ما فيك تروح وتخبري وتعملي أنت بتعرفي كلمات أنا هذا مش أسلوب مشان هيك هاللي بيقروني بيعرفوا إنه بتبسط أكتر ببسط وكل شي موجز عندي يعني مثلا كتاب أكومدانت مونريال صفحة عن وضع يعني مثلا تعاطي مع الجيران صفحة تخبر كل شي بهالصفحة لأنه الكلمات مزبوطة يعني الكلمة مش أنه خير الكلامي مقالة وادال زي تشي مع كريس دفع بجم التين يعني بهالكتب كان في دراس أو كان في مقارنة بين السيدات الشرعية والسيدات الغربي يعني بين لا كريس دفع ما كان في كيف كان بحيلا لأو لتان كمانس نفيني بحيكتير الوصف إذا بدك لل الرأي تبع مجتمعين منفتكر أننا متناقضين بس هن منهم متناقضين هن مختلفين مختلفين على كل حال ما بدنا نقول متناقضين بدو يكون في هون رأي منشان هيك بتقولي دايما حضرتك اختلاف وبتخبري مثل ما هو منذ ما تعطي رأيك خاصة بهذا الكتاب لأنك بقدروا يسألوني أنه شو أنت أخذ طرف طرف أبدا ماني أخذ ولا طرف الكندي ولا طرف الأفريقين وأنا حيس على حالي مرتاحة لأني أنا لبنانية عيش بكندا فترة من السنة وبفهم العقلية الأفريقينية بكثير إشياء مثلا المجتمع الرجولي اللي بأفريقيا أنا بفهمه الكندي ما أنهم كثير بدي أحكي عن مواضيعك عن البلدين وتركيزك عن البلدين بس قبل عندي سؤال عن الكتاب عن لأول التان كومانس أنه في نيمبا لما تختاري شخصية مثل الكاهن لحتى لا يكون في قصة حب بينه بين شخص الكاهن كمان كان مغروم فيها للبطلة القصة الكاهن كتير مهمة يعني فيها جرأة كتير فيها جرأة لا ما خفت لأن الكاهن مثل ما وصفته بالكتاب إنسان ورجال وهو كبير وربى ونمى بمجتمع الجنس ما أنه مشكلة أبدا والمسيحية حتى يقدروا يوصلوا التبشير تبعون نجبروا يقبلوا من المجتمع إنه الرجال ياخدوا أكتر من مره هيدول تقليدهم ما كانوا يقدروا واللزة يعملوا تفنجل الأفرينية ولولون أوكي نحن يعني مونا مش هم نحكي عن كاهن عن راهب الكاهن عامل السمينار ومزوج أصلا يعني أنه يدزل ما عاطي حاله كله ييتا للغير ما أنه ما لشي عنده عمي يعني كأن بش نفهم بتخلينا نحس معه ونفهم شو صار معه بالكتاب يعني حصت قبل مؤقرة الكتاب بتحس خلال الكتاب أنه ما في شي منزل خلاص أنه في قوانين ممكن تتغير يعني في نظرة النظرة إذا ما بتخليك تحس أنه أنه هيدا مشكلة ما في مشكلة بالنسبة لأفريقيا ما في مشكلة بالنسبة للغرب إيه طب جزال وين لبنان بكتباتك يعني حضرتك منعرف أنه بين لبنان وموريال بس في لبنان كمان وين ما عملت كبار ونا لا لبنان ولا شخصيات لبنان بس مش عن لبنان لبنان كمنطقة كبلد كتأليد كتير حكيت عن كيف منتعامل مع الخطيرية تابعولنا كيف هن بيعيشوا بيعيشوا بالعيال بيعيشوا بإحترام الجميع يعني هيدا بكندا مثلا ما بتشوفيها كتير بيحطوهم ببيوت وخلاص عندهم كل الحقوق بس بلبنان فيه بعد له وضع له مركز له يعني إيمة إيمة لا أحكيت عن لبنان يعني حكيت عن الإيجابيات وبعد الكتب جايين عمهلك يلا بدنا نشوف بدنا شاء قصة حب لبنان بدك قصة حب طبعا أكيد بس من هذا خلال هالكتاب بتشوفي أنه كل قصص الحب وين مكانت قصص حب بين شخصين وقصص غرام بتقدر تكون وين مكان مع مين مكان بأي زمان وبأي مكان بدي أذكر أنه الثبت على ساعة ستة المساء رح بيكون فيه إمضاء الكتاب الدعوة عامة الدعوة عامة هاللي بيحب يقريني وهاللي بيحب يشرفنا بين الستة والثمانية وين مزبوط جالوري سورفاس ليب جالد ليب نعم وطبعا بهاليومين بينزل هالكتاب على الأسواق بكل المكاتب بكل المكاتب بلبنان وكمان بموريال حلق بلبنان وعن قريب بموريال أكيد بدي هو منشور بموريال بس رح أطلقه على بواب الشاتوية جدا تقع أنه الرواية تاخد رواج أكتر ولا الدراسات اللي عملتيا قبل يعني نحنا دايما نعرف أنه الدراسة هي نوع من فلسفة أو نوع من كتابة جدية شوي أكتر من الرواية الرواية اللي بتستقطب كرة أكتر لأنه بتكون رأيتها سهلة وممتعة أكتر يعني كتبت ثلاثة أسا يعني هيدا ما كانت تسويق صعوب لأنه هيدا رومان عنده أسلوب غير شي جربت حالي هلأ إذا الناس هاللي بتحط قرينة حبت طريقة كمان بالرواية بكونوا صلط يعني مع العلم أنه كنت عم تقولي لي أنه تسوقوا كتير بسرعة ومباعوا كتير بسرعة الدراسات اللي عملوا موريال ما بقفي منه وكريس دفام كتير حكتوا طلعت على التليفزيونات وكل شي بس يعني بتأمل أنه هيدا الكتاب يعني إذا الدراسات هالقدي أخدوا استحسان القراء طبعا هالكتاب رح ياخد استحسان أكتر وأكتر لأنه دجا تشوقنا أنا نقرأ ودجا عبالنا أنه نبلش بها القصة اللي عطيتنا هيك علقتينا فيها بها المقابلة وهاللي بيبلش كمان بدي يكفي عم بقلك للآخر ما في بجال يوقف لأنه بدي يصير بدي يعرف شو بدي يصير وبالنهاية لأنه فيه تفنجة بالقصة بتبلش باتنين بعدين بيفوتوا أشخاص صغيرا نعم بدأت منالك كل التوفيق بكتابك الجديد وبكل الكتابات اللي رح بتصدر قريبا أهلا وسهلا فيك السيدة جيزال خياطة عيد ومنبقى منشوف نحنا هالأصداء نحنا وياك أنا رح يخدوا للكتابة على كل الحالات مرشي رانيا بريك قصير ومنتابعة مع MTV Live اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة